السلام عليكم متبعين في ميكانور أكابون والعشاق في الميرسيديس سوف أريكم ديفو في الميرسيديس كما ترون أغلب الناس يساولوني على المشكلة تيريش يقول لك انا في العقبة لا أريد أن نشارك معكم هذا النار عرفت ديفو ترون المريض تيريش 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 ترونيه لذلك و نقص في السرعة للطموبيل قلبناهم لقناهم كل شيء مزيان المشكلة التي نقلنا تحت اللي أنا في البالي نحيد الكولكتور اللي شاقمه نحيده منين حلت الكولكتور اللي شاقمه سيتها والطموبيل مزيانة جيتنا حيتنا قلبنا انبو اللي فيه المشكلة نحيد الشاقمه قلبنا انبو اللي مخنوق لقينا هاد البو هدا ماشي تالي موهم اللي قبل من تالي قلبناه لقيناه يعني لقيناها مبلوكي يعني اللي شاقمه اللي كتدخل من هنا ما كتخرش من الجهة الاخرى هااا العبر اللي كين هنا ما كيخرش منه ذنك هدا هو اللي مخنوق الموهم حيتنا احنا بدنا اللبو سينها تبارك الله الطنوبيل ولت مخيرة يعني طنوبيل ولت مزيانة في التراش هذا مشكل هناك الناس اللي يسولون يقول لك انا اقلب كل شي حاول تقلب لي شاقمه حاول تشوف الادميسيو حاول تشوف تكون واحد صفاية في الريزيرفور هي اللي كتدير هذه المشكلة هي اللي كتدير كتتعمر بلو سخ تعمر بلو سخ تحدي المزود نحن نحذي نحذي الريزيرفور ونحذي الريزيرفور يمكنه ان جدد عندما يكون ناقصين ومزيني لك هذا المشكلة والدخن بيض المهم شيء أخرى يسألوني على الموضوع الموضوع الذي لديك الترعيدة في الصباح والتقرق أراهم الموضوعات وقد أضع لك شوية الدخان أبيض المهم جئنا هنا يومنا هنا ورنا لكم هذا الفو نتمنى نفعت الناس بهذه المعلومة التي نعطيكم وتبارك الله لكم ون تبقى لكم اشتركوا في القناة وشي تعليق سألوني شي واحد رك نجاوبوكم وشي تبارك الله حياكم الله كان معكم ميكا نور أكابون تبارك الله عليكم